بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم نرحب بالإخوة والأخوات أجمل الترحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بسماحة العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاح والذي سيجيب مشكورا على أسئلتكم واستفسراتكم في هذا اللقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ صالح وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نبدأ بالوقفات وتفسير هذه الآية في قول الحق تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يستد الكرب يوم القيامة ويأتي السؤال يسأل الله سبحانه وتعالى كل إنسان عن عمله الذي قدمه في هذه الدنيا من خير أو شر قال تعالى يوم تأتي كل نفس تأتي يوم القيامة تجادل عن نفسها تدافع عن نفسها وتوفى كل نفس ما كسبت لا في ظلم الله جل وعلا لا يظلم أحدا وإنما يجي كل نفس بما كسبت في الدنيا بما عملته في الدنيا فهو كسبها من حياتها ومن دنياها لا كسب لها غيره الأموال والأولاد والجاه والمناصب كل ذلك يذهب ولا يبقى إلا العمل الصالح أو السيء يحاسب عنه العبد يوم القيامة أما المؤمن فيسر بما قدمه من خير يوم تجد كل نفس ما عمله ما عملت من خير محضرة وكذلك ما عملت من سوء ولكن المؤمن يفرح بما يلقى من عمله الصالح وأما غير المؤمن فإنه يتمنى لو كان بينه وبين عمله ألو كان بينه وبين عمله أمدا بعيدا فهذا هو يوم الجزاء والحساب الذي لا ظلم فيه توفى كل نفس أيا كانت هذه النفس سواء كانت نفس الملوك أو نفس الوزراء أو نفس العلماء أو نفسي من دونهم توفى كل نفس ما كسبت في الدنيا من خير أو شر ثم قال وهم لا يظلمون فلا يأخذ من حسنات المحسنين ولا يعذب المسيئون بغير سيئاتهم وأعمالهم نسأل الله الثبات والعفو والعافية آمين نعم أحسن الله إليكم نذكر السادة الإخوة والأخوات بتليفون البرنامج 011-442-380-13 وأيضا أرجو من الإخوة والأخوات الذين يريدون الاتصال بفضيلته أن تكون الأسئلة واضحة ومختصرة وأن يكون المتصل بعيدا عن جهاز التليفون يسمعنا من الهاتف كي لا يكون هناك تردد وصدا فضيلة الشيخ المرأة إذا أخذت عمره وطافت بالبيت وعليها غطاء الوجه ولكنها تستخدم كمام لأن لديها ظروف صحية هل في ذلك بأس؟ لبأس بذلك المرأة تغطي وجهها عن الرجال قالت عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا مر بين الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه الرسول إنما حرم على المرأة المحرمة حرم عليها النقاب والبرقع وما خيطة وما خيطة للوجه خاصة وحرم عليها لبس القفازين على الكفين لكن تغطي كفيها عن الرجال بثوبها الذي عليها نعم تقول في فقرتها كيف يتحقق التوحيد في الحج والعمرة؟ قال الله جل وعلا وأتم الحج والعمرة لله فيها أمران الآية الأمر الأول إذ اتمام وذلك بأداء المناسك كما شرعها الله سبحانه وتعالى وكما بيّنها رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله خذوا عني مناسككم الأمر الثاني الإخلاص لله فلا يحج ويعتمر لأجل الريا والسمعة أو يحج ويعتمر من أجل طمع الدنيا أو ما أشبه ذلك وإنما لله سبحانه وتعالى يخلص حجه وعمرته لله عز وجل ويتجنب الشرك في عمله كله وفي حجه وعمرته أيضا لأنه إذا خالط العمل شرك بالله عز وجل أبطله وأفسده لابد أن يكون العمل خالصا لله عز وجل لا فيه ليس فيه رياء ولا سمعة وليس فيه طمع في أمر من أمور الدنيا نعم في آخر يسئلتها تقول الشيخ صالح أيهما أفضل في الصيام الاثنين والخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر كلاهما لا تنافي بينهما يصوم الاثنين والخميس من كل سبوع ويصوم ثلاثة أيام من كل شهر ويكون له الأجر العظيم في ذلك فإن اقتصر على الاثنين والخميس فإن هذا يكفيه لكن ينقص عليه أجر من صام ثلاثة أيام من كل شهر ومن صام ثلاثة أيام من كل شهر وترك الصيام الاثنين والخميس نقص عليه الصيام الاثنين والخميس تقول مساعد شيخ أيهما يقدم قضاء رمضان أم الصوم عن كفارة يمين أو نذر إن كان قد حدد أياما للنذر فإنه يصومها والقضاء موسع يصومه من أيام أخر أما إذا لم يحدد النذر فإنه مخير إن شاء صام القضاء أولا وهذا أحسن وإن شاء صام النذر نعم تقول مساعد شيخ في تفسير آية ما معنى تفسير هذه الآية الذي أحسن كل شيء خلقه أحسن يعني أتقن فالله أتقن كل شيء من مخلوقاته صنع الله الذي أتقن كل شيء فلا تجد في مخلوقاته نقصا ولا عيبا هذا في الأصل قد يطرع عليها عيب أو نقص لكن هذا ليس من خلق الله عز وجل فيها ولكن هذا من سبب عمل الإنسان وجناية الإنسان نعم أبو عادل يا شيخ يقول ما مناسبة قول الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون بالأجر نعم لما كانوا في سفر وكان الوقت حاراً فالصائمون جنحوا إلى الظل لأن الصيام أضعفهم والمفطرون قاموا بعمل ترتيب المنازل ونصب الخيام وما شبه ذلك فحصلوا على الأجر الذي أصابوه بسبب عملهم لإخوانهم هذا معنى قوله ذهب المفطرون بالأجر نعم أحسن الله إليكم أبو عبد الله أرسل بمجموعة من الأسئلة للبرنامج يقول يا شيخ من فاتته صلاة الليل ولم يستيقظ إلا من النهار فهل يصليها جهرية أم سرية صليها جهرية لأن القضاء يحكي الأداء أي صليها جهرية وهذا هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم لما ناموا عن صلاة الفجر صلوها ولم يوقظهم إلا حر الشمس لأنهم كانوا يمشون بالليل فناموا في آخر الليل وثقوا لنومهم فلم يستيقظهم إلا حر الشمس فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن ينتقلوا من هذا المكان إلى مكان آخر وصلوا بصفتها في الليل يجهر بالقراءة كما في الليل هذا سائل يقول يا شيخ هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة في الصحابة وما مقدار خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أي شيء تشتمل نعم الرسول صلى الله عليه وسلم هو كان الذي يخطب الجمعة ولا يخطب عنه أحد عليه الصلاة والسلام وكانت خطبته قصدا لا يطيل لكنها كانت شاملة كانت كلمات خطبته كانت كلمات معدودات طيبات مباركات ويقول صلى الله عليه وسلم إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه فأعطيل الصلاة وأقصر الخطبة نعم لكن مع استفاء أغراض الخطبة نعم طيب نبدأ بالاتصالات ونأخذ أبو سالم تفضل أبو سالم السلام عليكم وعليكم السلام شيخ الله أحفظك أنا أنا الأول أنا صلي وأنا الكرسي يعني أقوم بس السجود بيكون يصعب علي حلي되 أن أفرشotherapy يعني him شيخش في الأسبوع الماضي مفهم أنا سألت her طيب والسؤال الثاني أفرشfounded أم سلوا أم أم الصلاة الضحى إذا فاتت أن ت commencé بعد صلاة الضور أو قبل صلاة الضور مع الأذان طيب والسؤال الثالث بالنسبة للسؤال الثالث إذا توضيت لا تقل لي يا شيخ عبدالله في ملسا إذا توضيت في أي وقت قبل صلاة الضور بربع ساعة قبل صلاة الضور بربع ساعة هل يجوز لك أن تصلي لك إذا فيه ناس يقول لك لا لا أفضل أنا هذا في ملح والسؤال الأخير أنا عندي كبير 25 سنة يمكن أفضرت يعني في مثل الله يتكلمك في جماح وكتنا مقصرين الحمد لله تزمنا الحين والله الحمد وما يجل لا يشل لي الزمال واضح واضح شكرا شكرا يصلي فضيلة الشيخ على كرسي ولكنه يجد صعوبة في السجود كيف السبيل إلى ذلك يومئ يومئ برأسه ويخفضه للسجود يومئ برأسه للركوع والسجود ويخفض رأسه في السجود أكثر من ركوعه وإن كان يقبل على الركوع وهو قائم فإنه يركع وهو قائم نعم يقول إذا فاتتني سلاة الضحى هل أصليها بعد الظهر أو قبل الظهر يا شيخ لا سنة فات وقتها فلا تقضى نعم يقول إذا توضأت يا شيخ في أي وقت هل أصليها ركعتين أم أدخل فيها في الفريضة نعم يقول إذا توضأت في أي وقت هل أصلي ركعتين في هذا الوضوء نعم ركعتين الوضوء يستحب لمن توضى أن يصلي ركعتين نعم يذكر يا فضيلة الشيخ بأنه قبل خمسة وعشرين سنة جامع زوجته وهو جاهل يقول فماذا يلزمه الآن يقول أنا التزمت الآن وأصلي الفرائض والسنن يلزمه أمران أولا قضاء اليوم الذي جامع فيه هو وزوجته يقضيان اليوم ثانيا كفارة وهي صيام شهرين متتابعين على كل منهما صيام شهرين متتابعين عن الجماع في نهار رمضان في حديث وارد يقول السائل إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فضيلة الشيخ ما معنى هذا الحديث مأجوري معناه واضح معناه أن الوضوء يكون له أثر على المؤمنين يوم القيامة يعرفون به يكون بياضا بياضا في مواضع الوضوء في أطرافهم غرا هذا في الوجه ومحجلين هذا في الأعضاء أعضاء الوضوء يكون فيها نور يوم القيامة نعم عبد الله من الرياض لديه ثلاثة تأسئلة عبد الله السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته السكرة الله بخير شيخ صالح السكرة الله بخير الله يطلب عمرك إن شاء الله أطاع إن شاء الله ومستمعين إن شاء الله ومشاهدين شيخ صالح السؤال أول شفاعة معناها وأنواحها وشغط الله يطلب عمرك نعم شفاعة معناها وأنواحها وشغطها من خلال قول الله عز وجل في شورة البقرة من ذلك يشفى عنده إلا بإذنها السؤال الثاني السؤال الثاني طالع عمرك ظاهرة الصلاة على الكراسي في المسجد ونلاحظ أنها انتشرت الآن حتى بعض الشباب الله يديهم مصلون لكن نرى الكراسي يتقدم على المصلين يعني هذا السؤال الثالث والسؤال الثالث السؤال الثالث ما هو العمل أو العمل للسبب في دخول الجنة وليس الموجب يعني يقول لي تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون طيب بارك الله فيك أزاكم الله خير شكرا الشفاعة يا شيخ معناها وشروطها يا شيخ صالح الشفاعة هي الوساطة في الخير شفاعة عند الله جل وعلا ولها شرطان الشرط الأول أن تكون بإذن الله جل وعلا فلا أحد يشفى عند الله إلا بإذنه الشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه ممن يرضى الله قوله هو عمل وهو المؤمن فالكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين كما في الآية الكريمة نعم الكراسي فضيلة الشيخ نسأل عنها كثيرا بعضها يتقدم وبعضها يتأخر وخصوصا بدأوا الشباب الآن يستخدمون هذه الكراسي لغير حاجة في المسجد ما يجوز استعمالها لغير حاجة إنما هي للمعذورين الذين لا يستطيعون القيام أو لا يستطيعون السجود فهي للمعذورين فقط أما وضعها فوى بحسب الحاجة بحسب الحاجة إن احتاجت إلى مكان أوسع أو احتاجت إلى مكان أقل بحسب الحاجة وكل ما صغر الإنسان الكرسي على قدر الحاجة فهو أحسن نعم أحسن الله إليك شيخ العمل الصالح هل هو موجب لدخول الجنة في الآية ادخل الجنة بما كنتم تعملون العمل سبب وأما دخول الجنة فهو بفضل الله سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل نعم شيخ صالح حكم الشرع في نظركم في بيئة التصريف وبيئة البضاعة المشتراه من الخارج قبل أن تصل إلى المحل بيع التصريف هذا ما ما ينعقد ولا يجوز لأنه بيع معلق والبيع يكون منجزا ولا يعلق على شرط وأما الثاني قبل أن تصل إلى المحل بيع البضاعة قبل أن تصل إلى المحل إذا كانت منضبطة بالوصف إذا كانت تنضبط بالوصف فإلا بأس بيعها بالوصف أما إذا كانت لا تنضبط بالوصف فلا نعم أحسن الله إليكم شيخنا الكريم ما الواجب نحو من يصلي الصلوات ولكن بعد فوات أوقاتها لا تقبل منه إذا كان إخراجها عن الوقت من غير عذر فإنها لا تقبل منه لأن الله جل وعلا يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي الصلاة لوقتها نعم السائل أبو سامي يقول شيخ كيف يطحر الثوب إذا أصيب بقطرة أو قطرتين من النجاسة يغسل يغسل حتى يزول اللون النجاسة وريحها نعم يقول هذا السائل يا شيخ بأن والدتي خصتني بعطية دون باقي إخوتي ثم ماتت رحمها الله فكيف أتصرف إذا ماتت هي يجب عليها أن تسوي بين أولادها بالعطية ولا تخص بعضهم دون بعض لكن إذا ماتت استقرت العطية إذا قبرتها إذا قبرتها قبل أن تموت استقرت وتكون المسؤولية عليها حيث لم تسوي بين أولادها في العطية نعم هذه الزوجة تقول شيخ زوجها يهددها بالطلاق إذا أقرضت أخاها من راتبها لا تقرضه لأن هذا إذا أقرضته تطلق لأنه علق الطلاق على هذا الشرط فإذا حصل الشرط حصل المشروط فلا تقرضه نعم يقول السائل نحن مجموعة من من الله علينا بالهداية ولكننا نخصص يوم في الأسبوع للتفكر ومحاسبة النفس هل هذا وارد عن الصحابة لا لا يخصص محاسبة النفس لا تخصص بوقت الإنسان يحاسب نفسه في كل وقت ولا يخصص هذا بوقت من الأسبوع نعم طيب أبو مهند من جدة تفضل أبو مهند السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام الشيخ الله يزاك بالخير صورة النساء قال الله عز وجل هي الصورة إن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هل الآية محكمة أم منسوخة بقول الله عز وجل في زمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنبس سؤال الثاني لا لا أسمع الجواب لكن نقرأ اللي بعدها يا أخي يقول وآنيبوا إلى ربكم وأسلمونه فلابد من التوبة لا بد من التوبة قبل المعكة يا شيخ نعم نعم سؤال الثاني يعني الآية منسوخة أو محكمة يا أخي محكمة وشال اللي نسخها لأنها سألت أحد المشايخ قال منسوخة في الطبري يقول يا عبادي لا ما هو صحيح هذا خطأ السؤال الثاني يا أخي أبو مهند السؤال الثاني جزاك الله خير بالنسبة لجراس العقيدة والتطرق للسلف بجرس عقيدتهم وهذا كذا وهذا أشعري وهذا هل يجول هل يعني هل هنا غيبة أو طيب شكرا يا أخي ادرس ادرس عقيدة أهل السنة والجماعة على العلماء ادرس عقيدة أهل السنة والجماعة على العلماء وإن شاء الله تعرف الحق من الباطل نعم شكرا شكرا بارك الله فيك فضيلة الشيخ هذا الشخص أوصى بثلث ماله على تعليمي وتزويد جميع أبنائه هل يعمل بهذه الوصية نعم يقول رجل أوصى بثلث ماله على تعليم وتزويد جميع أبنائه نعم إذا لم يخص أحدا منهم فينفذ تنفذ لكن أبنائه وارثون والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث فلا يجمع بين الوصية والإرث هذه الوصية غير صحيحة نعم الأخت التي رمزت لإسمها بألف باعين تقول أرجو عرض سؤالي على سماحة الشيخ صالح لعل والدي يستفيد ويسمع هذه التوجيه تقول بأنها مدرسة منذ عشرين سنة والحقيقة أن الوالد يتردد في الخطاب الذين يأتون إليها وحتى الآن لم تتزوج وراتبها تقول مرتفع جدا فضيلة الشيخ وفاتني القطار تقول أرجو من فضيلة الشيخ نصيحة لأولياء الأمور والبنات لا يجوز عضل النساء بمعنى منعهن من الزواج من كفء ترضى به لأجل غرض يرجع إلى وليها يستثمرها لا يجوز هذا يمنعها من الزواج لأجل يستثمرها بأخذ راتبها هذا لا يجوز له حرام عليه هذا عضل محرم وحتى إذا أصر على هذا تنزع الولاية منه الولاية منه لمن دونه نعم دفع للظلم عنها والضرر عنها نعم عبدالله من رنيا سؤال واحد فضل عبدالله الشيخ الأفضل الاستغفار عن التسبيح شكرا كلاهما يا أخي يجمع بينهما سبح ربك واستغر لذنبك نعم الآية الكريمة يقول أبو عادل ما معناها ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين نعم لو شاء الله لآمن الناس كلهم جميعا ولكنه سبحانه يريد أن يكون الإيمان اختياريا اختياريا يؤمنون باختيارهم وعملهم نعم من الأسئلة التي وردت يا شيخ هذا يقول كنت شابا في السابق لا أصلي وتاب الله علي وحافظت على الفروض هل أقضي ما تركت في السابق أم أستمر في العبادة والزيادة نعم تقضي ما فات من الماضي مرتبا إذا أمكن ذلك فإن كانت الصلوات كثيرة وتأخذ منك وقاة طويلة فتوب إلى الله وحافظ على الصلاة في المستقبل أما إذا كانت الصلوات بإمكانك قضاؤها لأنها ليست كثيرة فيجب عليك قضاؤها مرتبة نعم حسن الله لك شيخ صالح يقول السائل أبو سالم بأنه أخذ عمره عدة مرات ولكنه لا يطوف طواف وداع للعمره ليس لها طواف وداع الطواف الوداع للحج النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بطواف الوداع للحجاج ولم يأمر المعتمرين نعم شيخ صالح هذه السائلة تقول في وقتنا الحاضر كثر الذين يقرؤون طبائع الناس وصفاتهم من خلال الأبراج أو متسمى برجك اليوم فما حكم معرفة طبائع الناس وصفاتهم من خلال هذه الأبراج هذا باطل ولا يجوز وهذا حكم على الغيب هو الدعوة لعلم الغيب هذا لا يجوز ولا يجوز الاعتماد على النجوم والأبراج والأفلاك في هذا نعم هذا يدخل في التنجيم يدخل هذا في التنجيم نعم ما حكم الشيخ الأخذ بالأسباب وهل ينافي التوكل على الله لا أبد لا أبد من الأمرين العمل بالأسباب مع التوكل على الله النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بينهما كان يلبس الدروع للوقاية من السلاح وهو متوكل على الله سبحانه وتعالى نعم تفضل عبد الله من أبها لديه ثلاثة أسئلة تفضل عبد الله سلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله كيف حالك الشيخ صالح صحيح كم السؤال الأول السؤال الأول أخذت مبلغ ألف ريال من والدي بدون علمه والآن والدي متوفر رحمه الله ويوجد فيه ورقة فما الفكم الشرعي في ذلك والسؤال الثاني السؤال الثاني صيغة الاستبغار الصحيحة طيب والسؤال الثالث والدتي بعدما توفى والدي كعت في العدة ومرض خالي في مدينة أخرى وسافرت من المدينة التي كانت تعتد فيها إلى مدينة أخرى ولم تجد الرحلة الطيران للعودة اللي بعد خمسة أيام فما الحكم الشرعي في ذلك طيب والده في حياته ألف ريال من دون علمه وتوفي الوالد فضيلة الشيخ وهو مكتوب في ورقه الآن هذا الألف هذا دين عليه يرده في تركة الوالد وهو حق للورثة نعم يقول ما صيغة الاستغفار الشيخ صالح استغفر الله وأتوب إليه نعم والدتها سافرت وهي في العدة ولم تجد حجز إلا بعد خمسة أيام للرجوع إلى بيت الزوجية فضيلة الشيخ ما حكم سفر هذه الوالدة هذا لا يجوز لها النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمتوفعنا أمكثي في البيت حتى يبلغ الكتاب أجله فأخطعت في كونها سافرت وتأخرت عن العودة إلى البيت عليها التوبة والاستغفار نعم في الآية لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها نعم معناه أنها إذا قامت الساعة كأن الناس لم يلبثوا في هذه الدنيا إلا زمنا يسيرا نعم أحسن الله إليكم علي المحمد يقول لشيخ حل على الراتب أنا لسه يقول توظفت وأجمع راتبي في البنك هل على الراتب زكاة نعم إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب فأكثر فتجب فيه الزكاة ربع العشر نعم الجمعية التي نعملها بين الزملاء بين الموظفين فضيلة الشيخ هذا أيش العمى الجمعية يدفع كل واحد مبلغ من المال ويدور على المجموعة كل واحد يأخذ نفس المبلغ دون زيادة أو نقص هذا صادر فيه قرار من يتكبر العلماء بأنه جائز وأنا متوقف فيه نعم أحسن الله إليك شيخ والدتي تصلي بين المغربين من باب التنفل حتى وقت صلاة العشاء مغربين أي بين المغرب والعشاء بعد صلاة المغرب تصلي المغرب ثم تتنفل نعم لو تصلي إلى دخول وقت العشاء يكون هذا أفضل يعني إحياء إحياء ما بين العشاءين هذا فيه فضل عظيم نعم طيب تفضل يا أبو عبد الله سؤال واحد السلام عليكم وعليكم السلام كيف حالك يا شيخ خير الحمد لله الله يتلمك يا شيخ هي صادر هي صادر يا أخي طيب لو سمحت أبو عبد الله توخر شوي عن التلفزيون تقصر التلفزيون شوي وتسمعنا من الهاتف ماني عند التلفزيون طيب تفضل تفضل من جدتها مع خالها الصغير ألو نعم 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 رضعت مع خالها الصغير يعني هل أخوالها الكبار أولادهم أخوانها من الرضاعة نعم أولاد المرضى يكونوا نخوان الله اللي رضعت معه واللي غيره صحيح يا أخي في صدى في صدى يا أخي نكتفي بهذا أحسن الله إليكم شيخ هل الملائكة تبشر المؤمن بالجنة والرضوان نعم تبشر المؤمنين بالجنة تتلقاهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة نعم يا شيخ يقول بأنه رائل الغنم ومحافظ على الفروض وقت الأذان هل أؤذن وأنا وحدي نعم هذا في فضل عظيم اللي يؤذن في الصحراء وحده في فضل عظيم يشهد له كل من سمع نعم من الأسئلة التي وردت الشيخ صالح يقول هل ورد حديث بالنهي عن جلوس الرجل بين الظل والشمس مثلا تكون الرجلين بالشمس وباقي الجسم بالظل نعم هذا مكروه لأنه محل الشيطان نعم يا شيخ صالح يقول ما الراجح في زكاة الذهب الملبوس بالنسبة للمرأة نعم الجمهور على أنه لا زكاة فيه إذا كان معدا لتزين به ليس فيه زكاة لكن من العلماء من رأى أن فيه الزكاة أخذا بالعمومات في هذا نعم شكر الله لكم سماحة الوالد الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء والذي أجاب عن أسئلتكم استفساراتكم في هذا اللقاء الطيب المبارك استفدنا من هذه التوجيهات وهذه النصائح وهذه الفتاوى القيمة المبنية على الكتاب والسنة أشكر فريق العمل في مكتبة الشيخ من المخرجين والفنيين والمصورين أشرف على هذه الحلقة زميلي عبد الرحمن بن صغر المدرة أشكرهم شكرا جزيلا وإلى الملتقى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته